أول ظهور تمثيلي لك كان إيه؟ في السينما يعني؟ لا أول ظهور أول ظهور أنا كنت بعمل ركن الطفل مع لوبنا عبدالعزيز في البرنامج الأوروبي مظبوط واللي كان ودني هناك وقصة معروفة عبدالحليم حافظ صح فريح أظهرها وهي في السوديو مصر بتصور فيلم في البلاتون اللي جنبيها بيصوروا لسه كلاب فأنا روحت مع لوبنا نزور شادية مبهور أن أنا حشوف شادية طبعا الكلام ده قابل سكر حلو الدنيا سكر وقابل الحاجات دي يعني قابل نشترك معها يعني مظبوط فإحنا قاعدين في البلاتون جنبي شادية وجايبين لنا كرشي طبعا فيه قلق لأن فيه ممثل جاي يعمل دور شط واحد مجاش حلو فأنا قلت لوبنا إيه ما تقولي للمخرج أنا قادر أعمل المشهد ده فبصت لي كده وأنا بمثل معها فهي مدركة فوشوشة كمال الشيخ المخرج حلو فجابوا لي سكريبت ورقة كده المشهد كان تعالى لسعيد مهران اللي هو شكري سرحان طبعا يا حرامي هاتو الساعة بتاعتي هات ما عرفش إيه أنا بتكلم وهم بيقولش حاجة حلو قال لي بروفا بتقولي تفضل وأنا بعمل كده طبعا ها أكشن رحت أهل الجملة قال لي كويس كويس نصور بقى صورت وروحت بقى مندمج تعالى يا سعيد يا مهران يا مش حالف إيه 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 فلوبنا سقافت شدية سقافت كمال الشيخ قال لي أنت دايناميك عظيم الله وقابل ما اشتغلت بها بعد كده عارف اللي قال المعلم مفسوط منك أو منك ما تجيشت وده كان أول ظهور في شط أول شط سنوات طبعا مش هحسب بخلم بيك اللي أنا وقفت فيها دم المجميع طبعا عبدالحليم بيغني مش محسوبة لا دي واحد من المجموعات لا لكن أول شط وأول كلمة أول كلام على شاشة كان لصه والكلام لصه والكلام وتكرر دا أيضا برضو في زيارة اللبنة في البلاتو التاني بيعملوا زقاء المداء وبردو قلت لها قولي الأستاذ حسن برضو فيه ممثل مجاش لا ما كانش لسه فيه ممثل ولا أي حال فأنا قلت لها قولي للأستاذ حسن الإمام اللي بعدين بقى أستاذي وقدمني في حاجات عظيمة جدا إذا كان فيه أي دور ليا ياخدني فيه فخلق دور مدرس بيعلم الرأسات يتكلموا انجليزي نو يا جوني نو على الاستخداء خلق مشهد هو كان خلاق عظيم يعني فده كان تاني حاجة على المستوى يعني البدايات كلها كانت شكك 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 والنبي الديني كذا والنبي المجاش ده أنا أشتغل مكانه كذا أيوة لحد ما أول بقى الفرصة الحقيقية لحد ما ابتديت أشتغل مسلسلات مع الأستاذ فؤاد المهندس بتتحاول إلى فيلم سينمائي مجرد ما يخلص رمضان حلم فعملت يجي 7-8 أفلام مع الأستاذ فؤاد المهندس عظيم طبعا مدرسة أخطر رجل في العالم شان أبو في المصيادة الحاجات الكتيرة ده هي صح وكنت باستمتع بيها جدا لأن الأستاذ فؤاد المهندس كان أستاذ فعلا يعني صحية 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 صحية